اعمل كي يبقى الأثار كالغيم يجود على الأرض فيبتسم الشجر والرحمة خير تجمع بين قلوب البشر كي يبقى الأثار كي يبقى الأثار بالهندسة يقولون إذا تصدعت أعمدة البيت أو فقدت قدرتها على رفع أحمال البناء يصبح البناء كله بخطر واحتمالية انهيارة كبيرة ومفاجئة ولازم ينترك بأسرع وقت ممكن وبالحياة يقولون إذا نهار أحد أركان الأسرة الأب أو الأم فاحتمالية انهيار الأسرة كبير جدا ولازم يكون أكو تدخل سريع لإنقاذ هذا الركن بدون أركان الأسرة ماكو أي أهمية لأركان البيت يعني العاقل هو اللي يضحب بيته حتى ينقذ أسرته وهذا اللي كان أبو محمد على وشك أنه يسويه من عرض بيته للبيع حتى ينقذ زوجته أهلاً وسهلاً بيكم مشاهدينا الكرام من جديد نرحب وإياكم بالدكتور سامر فيصل اختصاص جراحة الجملة العصبية والعمود الفقري أهلاً وسهلاً بحضرتك دكتور أهلاً وسهلاً دكتور قبل ما نبدأ محاورنا لهذا اليوم رح نشوف السيفي عن حضرتك ونبدأ المحاور إن شاء الله مشاهدين الكلام خلونا نشوفوا إياكم هذا السيفي عن الدكتور سامر فيصل فرافقونا الدكتور سامر فيصل حسن بكالوريوس طب وجراحة عامة حاصل على شهادة البورد العراقي والبورد العربي في مجال جراحة الجملة العصبية والعمود الفقري عضو الجمعية الطبية العراقية زميل مجلس التخصصات الطبية العراقية عضو الجمعية العراقية لجراحة العصبية خبرات العمل مستشفى الحسين التعليمي التدريب في مراكز جراحة العصبية مستشفى الكفيل من 2016 وحتى الآن أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد نرحب وإياكم الدكتور سامر فيصل أهلا وسهلا بحضرتك دكتور ما شاء الله شفنا هذا السيفي اللي هو زاخر من المعلومات الله سلامكم والاختصاصات شكرا جزيلا أهلا وسهلا دكتور بالبداية يا ريت لو تحدثنا ماذا نقصد بجراحة الجملة العصبية ما هي الجملة العصبية جملة العصبية تشمل اختصاصا الجراحة الجملة العصبية والأمراض العصبية بالنسبة لجراحة الجملة العصبية هي تشمل اختصاص جراحة الدماغ والعمود الفقري تشمل اختصاص أورام الدماغ أورام العمود الفقري انزلاقات الغضروفية كسور الفقرات الحوادث الرئيس والعمود الفقري سامح الله هذا يشمل اختصاص الجملة العصبية بفرعي اللي هو الدماغ والعمود الفقري نعم ما هي أمراض الأمراض إذا نجي اليوم أريد نفصل الأمراض التي تصيب الجملة العصبية بالتحديد بعدين نروح على العمود الفقر إن شاء الله أمراض الدماغ يعني أمراض الدماغ بالضبط يعني تشمل إلا أن الأمراض التي تصيب الجهاز العصبي اللي هو الدماغ اللي هي بالنسبة للجلطات النزف الدماغي بالإضافة لأورام الدماغ التشوهات الأوعية الدموية التشوهات الشريانية والوريدية بالإضافة إلى حوادث إصابات الرئيس اللي هي الارتجاج والنزف الدماغي وكسور الجمجمة هذا فيما يخص الأمراض الجملة العصبية بالإضافة لأمراض اللي هي خاصة الأوعية الدموية داخل الدماغ اللي هي التهاب الأوعية الدموية أو تصلب الأعصاب وهو يكل شوية أمراض الالتهابات الدماغ بماذا يمكن أن تتأثر الجملة العصبية يعني لأي إنسان هذه معلومة لأي إنسان طبيعي ما هي الأمور التي تؤثر على سلامة الجملة العصبية هو يأمر من ضمنها الرقم واحد هو الحالة النفسية العصبية للإنسان لطبيعة التغذية نريد أن نتكلم اليوم عن الجلطات التي كثرت بآخر فترة حتى بأعمار مكبيرة قمنا نشوف حتى شباب صاروا يصابون بالجلطات أو السكتات الدماغية فما هي أهم أسباب هذه الشد العصبي والشد النفسي والأضافة للعادات الصحية العادات الغذائية الصحية طبيعة ممارسة الأمار الرياضية التمارين الرياضية السباحة الهرولة هذه الساعدة على سلامة الجهاز العصبي دكتور السؤال الذي دائما يبادر في ذهننا هل كثرة الضغط النفسي ممكن هي التي تسبب الضغطة؟ يعني إذا هسد أن شاهد مثل ما تحدثنا أن بعض الشباب صاروا يصابون بالجلطات هل سببها الأساسي هو يكون الشد العصبي أو الضغط النفسي؟ كم من الأسباب الأساسية؟ أو هناك أسباب مثلا هناك أمراض مثلا وراثية أمراض باطنية أو هاي الأمور ممكن تأثر على طبعا هي الشد العصب والشد النفسي هو عامل أساسي؟ هل هو يكون سبب أساسي؟ طبعا ويساعد على هذا أنه ارتفاع ضخط الدم العوامل الوراثية اللي موجودة هاي أيضا عوامل تزيد من خطورة الأصابة بالجلطة الدماغية نعم دكتور خلينا نعرج على موضوع بصراحة يبعث الأمل أنه كربلاء اليوم صار يوجد فيها أمهر الجراحين وكان فيها سابقا أكيد أمهر الجراحين فيما يخوص جراحة الجملة العصبية والعمود الفقري سابقا كان أي مريض يصاب بمرض حتى لو بسيط يروح إلى خارج العراق فكيف نترجم هذا الموضوع؟ كيف نوضح للسادة المشاهدين أنه اليوم صار يمكنهم العلاج بين أهلهم وناسهم؟ طبعا الجراحين هم الموجودين مثل ما تفضلتين هم من قبل وهسا جراحي من أمهر الجراحين فاللي ساعد على هذا أنه توفر الأمكانيات والتقنيات الحديثة اللي كانت قبل ما تقدر تدخل العراق ما متوفرها حاليا تكلمنا اليوم عن مستشفى الكفيل بالتحديد دياريت لو نتحدث عن الإمكانيات الموجودة في هذه المستشفى يعني الإمكانيات الموجودة المستشفى الكفيل اللي وفرتها المستشفى الكفيل أنه ضاهي الإمكانيات الموجودة المستشفيات اللي كان قابل بالوقت السابق المرض يطلع خارج العراق على موضة توفر هذه الإمكانيات الآن بإمكان أنه إجراء هذه المستشفيات ربما إمكانيات تضاهي المستشفيات اللي خارج القدر وساعد التوفر يعني على مستوى عالمين يقدر نقول إن كان أجهزة وإن كانت جراحين من أمهر الجراحين الموجودين بشهادة أيضاً أطباء الزوار الأجانب الأطباء اللي يجون من خارج الدول يقولون مستشفى بها أمكانيات اللي متوفرة بمستشفىهم اللي هي بالهند أو لبنان أو غيرها يعني كان سابقاً حتى لو مرض بسيط أي مرض بسيط كانوا بصراحة أغلب المرضى يخافون أنه يتعالجون من العراق بس اليوم الحمد لله والشكر صارنا شوف أنه صارت موجودة إن كان كفاءات وإن كان أجهزة طبية توفر الأجهزة الطبية المواد اللي يحتاجها المريض كلها صارت متوفرة الحمد لله دكتور يا ريت لو تحدثنا عن الأثر النفسي لحضرتك باعتبارك دكتور اختصاص الأثر النفسي عند إجراء أي عملية لأي مريض يعني اليوم باعتبار أنه العمليات اللي تجرى بما يخص الجملة العصبية والعامود الفقرية تعتبر من العمليات الكبرى طبعا هي الحقيقة فوق الكبرى ومرأة العمليات الخاصة أيضا هي باللجون العصبية طبعا نختار العمليات هي بس نحكي للمريض على كل المضاعفات الوردة وقلت لشي نتوفر الإمكانيات والتقنيات اللي موجودة إن شاء الله يعني نكون بأقل الحمد لله قليل مضاعفات قليلة اللي يتحدث أدنى والمرض يكون متفهم هذي وشارحيه على كل المضاعفات اللي ممكن تحدث أثناء وبعد العملية يعني بعد تبارك أنه أنت دكتور اختصاص بعض الحالات تكون حالات خطرة ما هو الأثر النفسي عند نجاح هذه العملية؟ طبعا الحضرتك طبعا يعني بعد نشاهد المريض أنه استقرت حالته المريض تستقر أمورها إن شاء الله الحمد لله تستقر أموره ويبدئ يعني يسعيد عافيته طبعا هذا فده الحمد لله يعني فد أثر نفسي أكيد كل جزء لو تحدثنا أيضا عن حالة المريضة زينب اللي هي موضوع حلقتنا لهذا اليوم خلينا نتكلم عن حالة زينب كيف وصلت إلى مستشفى الكفيل كيف تم علاجها ما بعد العملية هي راجعتنا بصراحة كان عندها ألام كلش قوي بحيث أنه ما تقدر تمشي جتنا على سدية ألام كلش قوي بالظهر وبرجليها كان أثر شغل زايد أو تعب بوكتها كانت أصلا تعني من ألام قديمة بالظهر أثناء الفحص مالتها تبين أنه أكون زلاغ وظروفي فسونا رانين الفحصات بينه أنزلاق وظروفهم سوى ضغط على جذور العصاب وضغط بجدا شديد ومهدد أنه سرعتها سقوط قدم وبعد مضاعفات مال الانزلاقات الغضروفية فكان لابد من إجراء العملية يعني بسرع وقت لأنه لم تستطيع تحرك يعني نايم على السدية فقررنا إجراء العملية جراحي اللي عبرها عن تحرير الحبل الشوكي ورفع الانزلاق الغضروفي ما هو السبب في كل مشاكل اللي يعانت منه زينب؟ يعني هي طبيعة عملها أو الشغل يعني هناك سبب وراثي سبب عطبي لا موراثي إنه كانت شغل التعب كثرة العمل حمل أثقال يعني حياة الشغل البيت ممكن هو اللي أثر عليها يعني مو هو شيء موجود عندها مثلا شيء ولادي أو شيء لا لا متشوي خلقي خلينا نشوف دكتور ريبرتاج عن حالة زينب إن شاء الله ونكمل الحديث مع حضرتك مشاهدين الكرام رافقونا خلينا نشوف هذا الريبرتاج عن حالة زينب أنا زينب من زوجة وعندي أربع أولاد عمري 32 سنة كانت حياتنا سعيدة جداً رغم بساطتها لكن اختبارنا القدر اختبار عظيم جداً عائلتي كانت تعاني وكنت على وشك أن أخسر بيتي بسبب مرضي بعد ما كان أولادي وزوجي واحتياجاتهم كل اهتماماتي بين يوم وليلة انقلبت القاعدة وأصبحت ثقل عليهم وبسبب مرضي ادهورت حياتهم ونفسيتهم أولادي اللي كانوا يجون من مدارسهم يلقون أكلهم جاهز وملابسهم نظيفة وجاهزة يأكلون ويأخذون قصد الراحة وأبد يأدرسهم بدوا يقسمون أعمال البيت بينهم وبين أبوهم وطبعاً بحكم كونهم أطفال كان الأمر صعب عليهم ومتعب وأثر حتى على دراستهم لأن كنت عاجزة عن الحركة كلياً إضافة إلى الآلام اللي كنت ما أقدر أنام بسببها اختبار عظيم بعد مراجعات عدة للطبيب أتبين عندي مشاكل بالفقرات وأحتاج لإجراء عملية بأسرع وقت ممكن وإلا ممكن أتعرض للشلل الدائم كلفة العملية عالية جداً وأكيد ما نقدر نوفر هذا المبلغ زوجي كاسب والبيت اللي نسكن بي حصلنا عليها بصعوبة وحتى ما اكتم البناء لكن كان يوينا بعد فترة من محاولات زوجي اللي كلها كانت غير مجدية في تحصيل عجرة العملية قرر أن يبيع البيت وهنا كانت الصدمة بالنسبة إلي طبعاً ما كان هذا القرار سهل علي بالعكس كان مجبر ومضطر لكن اللي كان يسويه العكس تماماً بكل حب يبين أنه البيت ومهم وأكيد مو بأهمية صحتي ووجودي بينهم كان يقول لي مدام أنا موجودة وبصحة جيدة كل شي ممكن يتعوض بس طبعاً هذا الكلام ما كان يخفف ألمي وأني أشوف أكو احتمال أنه بيتي يمضاع ومصير أولادي ما معروف بداخلي كان أكو صوتي يقول لي تتوقعين الله تعالى ممكن يتركيش؟ تتوقعين الله تعالى ممكن يتركيش؟ أهلاً وسهلاً بكم مشاهدين الكرام مشاهدين الكرام شاهدنا وياكم بهذا الريبرتاج عندما نلجأ إلى الله ماذا يحل بنا رحبوا إياكم الآن بالمريضة زينب أم محمد ونتحمد لها بالسلامة الحمد لله على السلامة الحمد لله على السلامة ماشاء الله صحة وعافية الله يعافيك قبل أن نتحدث وحضرتك رح نسأل الدكتور سؤال وبعدين نتحدث دكتور حدثنا عن حالة زينب ما بعد العملية حدثتنا قبل الريبرتاج عن حالتها ما قبل العملية زينب ما بعد العملية عملية مولاتها كانت عن تحرير الحبل الشوكي رفع الانزاق الغضروف اللي كان ضغط على الأعصاب ومسويلها هذه الألم كل شيء شديد تثويت الفقرات وزراعة غضاري بصناعية الحمد لله العملية كملت بنجاح بعد العملية مدة العملية ماذا احتاجت عن العملية؟ لا احتاجت شيء بالعملية عادت سلامات الحمد لله عملية تقربا ساعتين ساعتين ونص بالنسبة للتخدير همنا لأمور سلامات الحمد لله بعد العملية بعد أن فاقد نبجي اليوم الثاني بدنا نمشيها وساعات عفيتها بالتدريج شوية شوية بدأت العلم شوية شوية تخوف بالتدريج إلى حد ما نشوفها الحمد لله وكامل صحاتها الحمد لله الحمد لله طبعا العملية كانت برعاية سماحة المتولي شارعة أبا العباسية تحمل كل التكاليف والمواد والجور العملية والرقود وكل التفاصل كلها برعاية المستشفى اليوم نشوف أم محمد بيناتنا وتمشي الحمد لله وبصحة والعافية زينب نتحول إلى تلك الآن دائما الإنسان من يتمرض يصير عنده فتح حالة خوف أو حالة رعب تصيبه خصوصا أنه الوجع مثل ما يقولون أهلنا أنه الوجع ميرحم عشلون بديتي رحلت تشبه هذه المشكلة والله يعني كلش تقليت ذاكل وقت خصوصا أنت أملي أربع أولاد ويعني حالتهم أشوف جهالي يعني زوجي بالبيت يعني محتاجيني بس أنا ما أقدر لا أقدر أقوم لا أقدر أقعد وهم هم تعبوا يعني ظلوا هم يشتغلون والله والحمد لله الحمد لله والحمد لله سوات العملية وفضل جهود سماحة السيد والحمد لله والسترقية الحمد لله الحمد لله الشكر ما قصره نحن اليوم يسعدنا ويفرحنا أنه نشوفك بكامل صحتك وعافيتك الحمد لله زينب الإنسان اليوم من يمر بهذه المحنة شنو تضيف إليه يعني أنت اليوم تذكرين هذه المحنة شنو ضافت إليك بحياتك ضافت إليه بحياتي أنه لو شما صار رب العالمين ما يتركنا رح يضلو إيانه شما غلاطنا شما سونا ولكن رب العالمين هو أحسن من كل البشر حب ألو إذ هي حالة ما يعني ما تفكر أن تتأشهين بس رب العالمين رحمة رب العالمين بكل زمان و بكل مكان هي تسع كل شيء أكيد أكيد بل هذا أنا أقول للكل يعني لا تقيسون من رحمة الله الله موجود بكل وقت رسالة حبين توجهيها أشكر الدكتور الحمد للعصر والله الدكتور ما قصر يعني مجهود إلى مشان ما تشان واشكر سماحة السيد الله يطول عمره الله يطول عمره لأن هم الوقف أولي خصوصا إحنا اليوم يعني الإنسان بس يتمرض بحاجة إلى إيد المدئلة حتى جرة شوية يعني أنت تساعده أنه يطلع من هاي المحنة صحيح يعني هم الوقف أولي الحمد لله عدت بسلام الحمد لله وشكر زينب اليوم ما بعد العملية إذا عندك أي خلينا نستثمر وجود الدكتور إذا عندك أي استشارة للدكتور تسألي أنا الدكتور دوم أتصل يعني على تواصل هو على كل شيء يعني أسأل إذا ومحتاجه مثلا هيتشي ألم وشميه هو الدكتور الحمد لله وشكر دكتور ننطيها مجموعة تعليمات بعض العملية حتى رياضة هم الطانية رياضة القومة القاعدة لها هذه كوية تفاصيل بعض العملية نطيها التعليمات الحمد لله وشاء الله ماكو أي مشكلة الحمد لله وشكر الحمد لله وشكر دكتور يا ريت لو تحدثنا وبنعطي بعض النصائح اللي مثل حالة زينب يعني أغلب أخواتنا وأمهاتنا هم دائما في حال شغل وفي حال يعني تعرف شغل البيت وهاي الأمور شنو أهم النصائح اللي ممكن تتقدم لهم حتى يقدرون يتجنبون مثل هكذا مشاكل نعم طبعا أهم شيء هي تخفيف الوزن الوزن الزائر طبعا هذا عامل أساسي بإضافة أنه رياضة قدر الأمكان يعني المشي الهرولة الخفيفة يعني هي كنا نعاني من الآلام الظهر تقريبا يومية وفي مرة مرتين بلسوء آلام الظهر آلام الخفيفات أكو علامات اللي تستدعي لأنه زيارة الطبيب اللي هي مثلا الألم بدأ ينزع على الرجليان صاحبه خدر أو مثلا صعوبه بالمشي ألم مستمر ألم شديد يعني بس من تكون هذه الأعراض موجودة لازم على المريضة أو على المريض نعم أنه يراجعون الدكتور فورا نعم اللي هي أهمها شنو أنه الألم إذا بدأ ينتشع أنه بدأ ينزع على الرجل أو صاحبه خدر صعوبه بالمشي أو ألم شديد ما يتحمل المريض أما الألم البسيطة التشنجات اللي تأخذ ساعة ساعتين على راحة بالنسبة للتشنجات البسيطة دكتور شنو أهم التمارين أو النصائحة حتى الواحد يقدر يتجنبها أو إذا ما قدر يتجنبها لازم يراجع الدكتور فورا أنه يتجنب أنه حمل أثقال أو الإنحناء إلى فترات طويلة مع ممارسة الرياضة الخفيفة اللي هي المشي السباحة الهرولة البايسيكل هذه الشغلات الخفيفة اللي تساعد على تقوية حضرات الظهر حتى الأخوات وأمهاتنا بشغل البيت لازم يبسطون شوي الشغل حتى كثرة مثل ما ذكرت حضرتك حمل أثقال أو الإنحناء أو الحركات المفاجئة أو السعود ونزول الدرجة بطريقة سريعة نعم أحسنتم دكتور خليل أيضا نقدم نصاح فيما يخص سلامة العمود الفقري نعم فيما يخص العمود الفقري قلنا نحن هنا ممارسة الرياضة الجلوس فترات طويلة التجنب الجلوس فترات طويلة أو الوقوف فترات طويلة داما يعني الواحد يغير الوضعية اللي هو بها معه تخفيف الوزن تجنب يعني الوزن الزائد أمه مراجعة إجراء الفحوصات ومراجعة الطبيب في حالة أنه حصول أي من هذه المضاعفات أو الأعراض الشديدة اللي قلنا عليها أحسنتم زينب نرجع لك الله يخليك اليوم زينب ما بعد العملية من واحد شاف أنه وصل لمرحلة ما يقدر بيها أنه يقوم بواجباتها ما يقدر بيها أنه يكون مع أطفالها بالبيت بالنسبة للأشخاص اللي يوقفوا وياتي بهذه المحنة شنو شنو تحبين تقولي لهم أشكر كل واحد وقفوا وياتي يعني إن كان أقار بي أو أستاذ منتظر سطرقية الدكتور هم أقصر وياتي هم وقف سماحة السيد أشكرهم من كل قلبي لأنه وقفوا وياتي وأكيد الشكر أحنا أيضا نضم صوتنا ليش نشكر أبو محمد مثل ما شفنا أنه أيضا ما قصروا وياتي صحيح سوجي وقفوا وياتي يعني كل شي ساندني الحلوة المرة يعني هذا المرض مو كل واحد يتحمله صحيح يعني أنا بقيت فترة يعني طريحة الفراش فهو وقفوا وياتي وكل شي إن شاء الله الله يخليكم والبعض إن شاء الله يا ربي صحة وعافي أكيد نتمنى لك أم محمد اليوم أنت جيت وياتي وياتي شكرا لحضرتك إن شاء الله نتمنى لك دوام الصحة والعافية شكرا لك دكتور شكرا جزيلا دكتور سامر فيصل اختصاص جراحة الجملة العصبية والعمود الفقر شكرا لحضرتك شكرا لك مشاهدين الكرام نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة نتمنى لجميع دوام الصحة والعافية أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك